لكل مشاهدين إذن أجواء حارة بامتياز درجة حرارة ستترى وحبين 43 إلى 47 درجة فيما يخص أغلب المناطق الشمالية للوطن خلال نهار اليوم الاثنين وكذلك خلال يوم الغد الثلاثة وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي فالكتلة الهوائية الحارة تبقى تخص أغلب ولاية الوطن خلال الأيام المقبلة إذن تستمر الأجواء الحارة إن شاء الله إلى غاية نهاية الأسبوع على الأقل ولهذا كان قد أصدر الدوان الوطني للأرصاد الجوية نشرية خاصة تحذر من تسجيل درجات حرارة قياسية تتراوح بين 43 إلى 46 درجة وقد تصل إلى 47 درجة إن شاء الله وهذا خلال نهار اليوم الاثنين وكذلك يوم الغد الثلاثة على الأقل فيما يخص كل من ولاية سيدي بالعباس معسكر غليزان شلف وعين الدفلة إذن أجواء حارة بامتياز وكذلك كان فيها أيضا تنبيه لدات المصلحة يخص كل من الجزائر العاصمة كذلك تيبازا وسعيدا بتسجيل درجات حرارة جد مرتفعة قد تقارب 40 درجة تحت الضل طيلة نهار اليوم الاثنين إن شاء الله أما عن تبقعات درجات الحرارة القصوى خلال الأيام المقبلة فالكتلة الهوائية الحارة لتخص المناطق الجنوبية نفسها رح نسجلها على المناطق الشمالية للوطن بمعنى أنه نفس درجات الحرارة المسجلة على المناطق الجنوبية رح نسجلها فيما يخص المناطق الشمالية للوطن كما نلاحظوا خلال يوم الغد الثلاثة إن شاء الله تتعدى 43 درجة على أغلب السواحر الوطنية كما نلاحظوا كالجزائر العاصمة وهران عينتي موشنت مست غانم عنابة جيجل سكيكدا كذلك على البليدة أيضا تيزيوزو ستقارب حوالي إن شاء الله 43 درجة أما على كل من قال ما تهرف سوقهرأس كذلك الجلفة عين الدفلة سيدي بالعباس تلمسان معسكر أيضا فيما يخص مشرية عامة البيض ستقارب إن شاء الله 45 إلى 46 درجة إن شاء الله إذن درجات حرارة قياسية سنسجلها إن شاء الله خلال الساعات المقبلة وحتى الدنيا المسجلة خلال الفترة الصباحية والمسائية أيضا ستكون مرتفعة تقارب 32 درجة خلال ليلة اليوم وصباحة يوم الغد على أغلب السواحر الوطنية والمناطق الداخلية الهضاب العليا ومنطقة الأوراس قد تصل إلى 35 درجة للإشارة نسبة الرطوبة كذلك ستكون عالية تقارب إن شاء الله 60% على أغلب الولايات الساحلية والمناطق الداخلية تصل إلى حوالي 45% المناطق الجنوبية أيضا مشاهدين حوالي 47 درجة على مقياس بإنصالح أدرار تيميوين ورقان وكذلك كانت قد صنفت مراكز الرصد الجوية العالمية إنصالح وأدرار ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم بتسجيل 47 درجة تحت الظل على غرار العديد من الدول التي سجلت درجة تحرارة قياسية تعدات الخمسين درجة خلال نهار اليوم إن شاء الله إذن فيما يخص كل من إليزي جانات إناميناس تمنرس ستتراوح بين 36 إلى حوالي 42 درجة بشار واتندو في دنلاحظه ستقارب 45 درجة غردا يازلفان المنيعة كذلك 45 درجة وللإشارة ستتشكل خلاير عدية منعزلة دائما فيما يخص الجنوب الغربي كذلك أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعة الهوغار والتسليم مرفوقة بتساقط بعض الأمطار المتفرقة وكذلك أواخر ظهيرة اليوم فيما يخص تحديدا الهضاب العليا الغربية فأيضا ستتشكل خلايا رعدية منعزلة ستكون مرفوقة إن شاء الله بتساقط أمطار متفرقة توقعات حالة البحر أكيد مع هذه الأجواء الحارة فالبحر إن شاء الله سيكون قليل الاستراب على أغلب السواحل الوطنية نقدر نقول أن السباحة ستكون مسموحة على أغلب السواحل الوطنية اتجاه الأمواج سيكون إن شاء الله شرقي إلى شمالي شرقي وعلو الأمواج سيتراوح بين أقل من المتر إلى المتر وحرارة مياه البحر ستتراوح إن شاء الله بين حوالي إن شاء الله 21 إلى 23 درجة على أغلب السواحل الوطنية إذن مشاهدين درجات حرارة قياسية ستقارب إن شاء الله 46 درجة على أغلب المناطق الشمالية وكذلك الولايات الجنوبية خلال ظاهرة اليوم وهي النفس الوضعية الجوية المرتقبة نقام سلوها إن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة أشكركم على كرم الإسرائي والمتابعة والعودة إليك أمينة شكرا جزيلا لك هنا على كل ما قدمته لنا فيما يخص مستجدات الوضعية الجوية ترجمة نانسي قنقر